قناة نورسات وكل عاملين فيها وخاصة دكتورة باسمة أنا رهب فرانسيسكاني من يعني بالأربعة وتسعين أنا نحن نراها قمة في الشعي نحو الكمال نعم حدثنا عن الرهبة الفرانسيسكانية هذه الرهبة موجودة في هذه الأرض من ثمانمائة سلم نعم أبونا نبيل الرهبة لم تخدم فقط وحافظت على الأماكن الأديرة ولكن اهتمت بهذا بهذا العنصر الحجارة الحية فوجدت طريقها إلى التربية والتعليم نعم وأخذت تيرسانطا شهرة في المنطقة أن مدارسها هي من أنجح المدارس إدارة وتنشئة وتتم هذه على أساس أنها رسالة وكم نحن الآن بحاجة إلى هذا الجهد الطيب لأنه التعليم عندما تتولاه جهة على أنه رسالة هذا نجاح لهذه الجهة ونجاح لجهدها من متى بدأت الرهبنة الفرنسيسكانية في الأراضي المقدسة بالاهتمام بالتربية والتعليم نعم أبونا الرهبان اهتموا بموضوع التربية والتعليم من الألف وستمية منذ ذلك الوقت أعتقد في مدرست بيت لحم اللي حضرتك تخرجت منها نحن كلنا بنعرف في تلك الأثناء كانت حقبت العثمانيين اللي كانوا بيمنعوا التعليم وإلى آخره فكانت الرعية بتخصص هذاك المكان من أجل تعليم أبناء الرعية التعليم الديني واللغة العربية وبعض الموسيقى والحساب من أجل أنه يكافحوا موضوع التجهيل اللي كانوا فارضينه بشكل أو بآخر السلطات ولكن كانت هذا دائما ياخد صورة مدرسة مع الوقت نعم لحتى وصلنا للوضع القائم نحن اليوم في الحراسة في عنا ما يقارب 18 مدرسة في الأردن وكان عنا مدارس في لبنان وسوريا وفي الأرض المقدسة في فلسطين نعم أيضا وفي بوينوس آيرس في الأرجنتين وكان عنا في إيطاليا نعم هاي أخذت صورة المدارس وسرعان ما أصبحت مدارس مؤسسات تربوية تعليمية كما يجب وفتحة أبوابها من أجل استقبال الجميع يعني جميع أبناء المدينة مثلا في بيت لحم من أبناء الرعي ومن أخوتنا أيضا المسلمين من الطواقف الأخرى أيضا ترجمة نانسي قنقر